موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح قبل ما أبتدأ في هذه الحلقة الهامة أحب في البداية أعزي أحبائنا في الجزائر الجزائر عم بمروا في ظروف صعبة أكيد عم بتشاهدوا الأخبار في حرائق كثيرة في الجزائر أكثر من خمسين حريق وطبعا هذا الأمر مزعج للغاية خسارات في يعني مش بس في الأماكن وفي الأخشاب وفي المعدات والبيوت كمان خسارة في الأرواح ربنا يشددكو وربنا يعزيكو وإحنا منصلي أنه الله فعلا يوقف هذه الحرائق حبيت في البداية أقول أنه أنتو في فكرنا وفي محبتنا وكمان في صلواتنا بصلي أنه الله يدخل يبارك شعب الجزائر ويبارك كل الناس في الجزائر ويحميكو من هذه الحرائق وبصلي أنه الله فعلا يفتح السماء لمعونتكم ويسدد كل احتياج في حياتكم وعلى فكر أنا بصلي كمان أنه مجد الله ومحبته اتعم كل بلادنا العربية وشمال أفريقيا خلينا نصلي يا رب إحنا منرفع شعب الجزائر بين إديك أنت بتحب هذا البلد وإنت يا رب إلك مخطط رائع لحياة هذا البلد وإنت أكيد عندك هدف من وراء كل شيء إحنا منصلي أنك تحول كل الأمور للخير وأنك تبارك الشعب هناك وتبارك الحكومة وتبارك يا رب عمل إديك منصلي يا رب أنه فعلا تعطي حكمي في كيفية التعامل مع هذه الحرائق الكثيرة وبصلي أنك تحمي الناس تحمي الأرواح وتسدد كل احتياجاتهم وتحل البركة عليهم في اسم الرب يسوع المسيح آمين حبائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير أهلا أعزائي المشاهدين حديثنا اليوم موضوع في غاية الأهمية المسيح غافر الخطايا وعندما تستمع إلى هذه العبارة البعض طبعا سيصاب بالدهشة والبعض الآخر سوف يزدم والبعض الآخر لابد أن يمجد وأن يسبح الله على عمله العظيم تجاه الجنس البشري وقبل ما أستعرض الفكرة من العهد الجديد خليني بس أعطي بعض الملحوظات المهمة من العهد القديم الملحوظة الأولى ولسيما في العهد القديم أنه عقاب التجديف أو خطية التجديف هو الموت بالرجم فإذا بدون محابة بدون أي تنازل بدون أي تراجع بالنسبة للفكر في العهد القديم أنه أي شخص يجدف العقاب هو الرجم فأنا حبيت أشدد على هذه الملحوظة الأولى حتى لما نيجي للعهد الجديد أنك تدرك أهمية ومسؤولية وخطورة الموقف من ناحية ومن ناحية أخرى بركة هذا الموضوع عندما نستنتج عن من هو المسيح فإذا في العهد القديم الملحوظة الأولى أن عقاب خطية التجديف هي الموت بالرجم وطبعا التجديف خلينا أتكلم عن ثلاث أمور شو المقصود بالتجديف أولا الشخص الذي يسب الله اللي بيسب الله والخطية الثانية في موضوع التجديف أنا بقصد في هذا الموضوع مكتوب لتنطق باسم الرب باطلا ومكتوب أنه الشخص اللي بينطق لا يتبرأ فتخيل أنت معي لو طبق هذا القانون في الشرق الأوسط لهالك معظم الشرق الأوسط لأنه كم من الناس التي تستخدم اسم الله باطلا وتنطق باسم الرب باطلا والعقاب بحسب شريعة موسى هي الرجم طبعا والعقاب هو الموت كم من الناس اللي بتستخدم اسم الله بالمتاجرة بالدين في المجتمع فاضي ومليان بيذكروا اسم الله والأغرب من الموضوع الأغرب واللي أنا بستغربه جدا أنه الناس يعني مرتعبة مثلا إذا الناس مثلا سبت النبي أو اعترضت على أنه بعقاب الموت أما الناس ليل النهار بيستخدموا كلمة والله العظيم وكل الأشياء يا رب سامحني أنه حتى ذكرت هاي الجملة أنه ليلا نهارا اسم الرب ينطق باطلا وتخيل لو طبقنا هاي الشريعة لهالك معظم الشرق الأوسط لأنه مكتوب لا يتبرق لا يتبرق لأنه فعلا اللي بيستخدم اسم الله بتهادن بمساومة بمسايرة لا يتبرق وهذا يسبب اللعنة على الأرض وإحنا على فكرة أهم شيء في الموضوع أنه نحسم الأمر أنه المجد كله يعود لأله في مشكلة كبيرة عنا في الشرق الأوسط وحتى مش بس بين المسلمين كمان بين المسيحيين للأسف للأسف أنه الكتاب يقول نحن مخلوقون على صورة الله أي الصورة الأدبية والروحية ولكن كتير من الناس عم بتجيب الله للحيز بتاعها وكأنه الله مخلوق على صورتنا إحنا مخلوق على صورتي فأنا بشكل بأله باستخدم اسم الله بانطق باسم الله باسم الرب باطل فاضي ومليان وبتاجر في الدين وبكذب في الدين وباستخدم الدين ليه؟ لأنه هذا المنفذ لأله في الشرق الأوسط عادة المنفذ هو الدين بدك تحل مشكلة سياسية دخلها في الدين بدك تحل مشكلة بلد عندنا دخلها في الدين بدك تحل أي مشكلة تبرأ أي نفس دخلها في الدين فالناس عم تستخدم اسم الله باطلا ومن البداية الله وصى لا تنطق باسم الرب باطلا مكتوب لا يتبرأ وهي عقابها لأنه تعتبر تجديف على اسم الله فالعقابة موت خليني أقول شيء تاني في هذا المضوع تعرفوا أنه الاسم الله يهوي اللي هو أهيأ الذي أهيأ بحسب خروج إصحاح التالت طبعا هذا الاسم يعتبر سر أو كأنه غامض بس الله أعلن عن اسمه بهذا الموضوع أعلن عن هذا الاسم لموسى طبعا وحتى اليهود يعني للقرن التالت قبل الميلاد لما ترجم الكتاب المقدس لليوناني الترجم السبعينية ولما كانوا بيتكلموا اللغة الأرمية الشعب أدرك خطورة وأهمية هذا الاسم فبيخافوا أنه يذكروا حتى الاسم لألا مكتوب لا يتبرأ فاتخيل معاي من خوفهم أنه مجرد يذكروا اسم الله ويطلع الزكر مش مزبوط بخافوا من العقاب فاستخدموا تعبير الرب أدوناي فالرب أدوناي واستخدموا تعبير الاسم يعني الاسم بالتعريف يعني اليهود حتى يومنا هذا ما زالوا يستخدموا نفس التعبير يقولون بعزرات هشيم يعني بمساعدة الاسم طب أقول بمساعدة الرب أها بخاف أنه ينطق بالاسم لألا يطلع في شيء مش مزبوط فأنا بكرر هذا الشيء على أساس خطورة الموضوع في الشرق الأوسط عم نستخدم اسم الله باطل وممكن تقتل إنسان إذا سب نبي وإنك تتغاضى إذا سب الله يا للعار يا للخزة يا لمجتمع عم بغير الله على طريقته وعلى صورته هو ولا ندرك إنه نحن نأتي بالدينونة على أنفسنا بسبب هذا الشيء فقلنا لا تسب الله لا تنطق باسم الرب باطلا والشيء الثالث في موضوع التجديف اللي هو أي شخص يعادل نفسه بالله الرب قال في العهد القديم في إشعياء أنا الرب أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات ومذكوري عدة مرات أحبائي تعرفوا عندما عبد إسرائيل الأوثان أي آلهة أخرى آلهة الشعوب كان العقاب شديد جدا كان العقاب إنه راحوا للسبي السبي الأشوري والسبي البابلي والروماني طبعا كله يعني فكانت يعني مهمة جدا الملحوزة الثانية في هذا الموضوع إنه فقط يهوى اللي هو الرب هو الذي يغفر الخطايا لا يوجد شخصية أخرى تستطيع أن تغفر الخطايا إلا الرب وحده الرب وحده مكتوب في طبعا في خروج 34 آية 7 غافر الإثم والمعصية والخطية في مزمور 103 باركي يا نفس الرب الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك فإذا منلاحظ نستشف من هذا الموضوع أحبائي فقط الرب يهوى هو الذي يغفر الخطايا أو كما قال في النبي إشعياء كغي من محوت ذنوبك أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وطبعا النبي ميخا إصحاح سبعة مكتوب من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب شيء ثالث ملحوزة ثالثة الله لا يشارك أخص خصوصياته يعني في صفات معينة مشتركة مثل المحبة مثل الصلاح وإلى آخره الله محبة فإحنا منشترك إحنا منحب الله رحيم إحنا منشارك ابن رحم بس في صفات هي تطلق فقط لالله وحده جل جلاله ما في أي شخص بيقدر يشارك في هذه الصفات منها الخلق وغفران الخطية ومنها مثلا العالم بكل شيء والقادر على كل شيء والحضور أو الحاضر في كل زمان وفي كل مكان هذا فقط من اختصاصات الله وحده لا نشاركه عدم التغير مثلا إلى آخره هذا موضوع تاني في موضوع طبيعة وصفات الله فإذا نحن لا نستطيع أن يعني الله لا يشارك أي نبي أي عظيم في موضوع الخلق أو موضوع الغفران حقيقة رابعة أنه الله الله هو وحده اللي بيغفر الخطايا ليه؟ لسببين الله لأنه هو اللي خلقنا ثانيا الله هو اللي افتدانا فالله الخالق الله الفادي وشيء جميل جدا بسفر رؤية في منظر السماء بتشوف المفديين في إصحاح خمسة وفي إصحاح سبعة بيرنموا عن من هو مستحق بيرنموا أنه المستحق هو الشخص الذي خلقنا ثم الذي فدانا أو غفر خطيانا فإذا هذه من أخص خصوصيات الله الله وحده هو الغافر الخطايا حبيت أبتدي في هذه الملحوظات لأنه رح أنتقل للعهد الجديد ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في غاية الاهمية وفي غاية الجدية وان الموضوع خطر انك تلعب في هذا الموضوع فاذا لماذا نقول ان المسيح هو غافر الخطايا هل هذا مجرد ادعاء المسيحيين احبائي لو قلنا ان المسيح هو الله يعني جعلنا المسيح الها لقولنا ان هذا كفر وجحد طبعا شيء خطر لكن كون انه هو يتخذ جسد ويكون ابن الانسان الكامل حتى يعالج خطيتنا هذا بيخليني اشكر الرب مدى الحياة فاذا الكلام اللي انا رح اتكلم من العهل الجديد هو بأكد ان المسيح غافر الخطايا وفي حادثة رح اقرأ القصة متى المهية من كلمة الله في بشارة مرقص في الانجيل المقدس اصحاح اتنين من الاية الاولى ثم دخل كفر نحوم ايضا بعد ايام كفر نحوم اللي هي شمال بحير الطبرية فسمع انه في بيت وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا محول الباب فكان يخاطبهم بالكلمة وجاءوا اليه مقدمين مفلوجا يحمله اربعة واذ لم يقدروا ان يقتربوا اليه من اجل الجمع كشفوا الصقف حيث كان وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج متجعا عليه لاحظ الكلام فلما رأى يسوع ايمانهم العالم بكل شيء قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطياك وكان قوم من الكتب هناك جالسين يفكرون في قلوبهم بحسب بشارة متة في الشر في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف من يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحدهم التشخيص صحيح هؤلاء الكتبهم معلمين للشريعة وفهمين نموس موسى بحذفره عارفين خطورة واهمية الموضوع فعم بيتساءلوا في قلبهم مش علنا في سرهم لماذا يتكلم هكذا بتجديف معهم حق من يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحده وهذا تشخيص صحيح فللوقت شعر يسوع بروحه انهم يفكرون هكذا في انفسهم فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم ايما ايصر ان يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك ام ان يقال قم واحمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلم ان الابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا قال للمفلوج لك اقول قم واحمل سريرك وامشي فقام للوقت او احمل سريرك واذهب الى بيتك فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجد الله قائلين ما رأينا مثل هذا قط هاي القصة احباء امشي من فبركة هاي في الانجيل المقدس منشوف هنا انه لقد اعلن المسيح انه هو غافر الخطايا ولقد اكدها من خلال شفاءه للرجل المفلوج طبعا في كفر نحوم قال يسوع للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك كانت هذه جملة صادمة لرجال الدين قالوا في فكر قلوبهم من يقدر ان يغفر الخطايا الا الله وحده لماذا يتكلم هكذا او هذا هكذا بتجديف طبعا هذا كان سؤالهم وتبريرهم بحسب ما يعلمونه من الشريعة هاي كانت ردة فعل المتدينين لكن راحز جواب يسوع المسيح في آية تسعة قال ايما ايصر ان يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك ام ان يقال قم واحمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلموا ان الابن الانسان هو اول مرة بعبر عن الفكرة فكرة ابن الانسان على الاقل موجودة تمانين مرة في العهد الجريد لكي تعلموا ان الابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا قال للمفلوج لك اقول قم بسلطان واحمل سريرك واذهب الى بيتك وحدثت المعجزة اخوتي واخواتي فاذا جواب المسيح لقد علم لانه هو العالم بكل شيء ولقد اجرى معجزة الشفاء لانه هو الرب شافينا كما يقول عنه الكتاب المقدس شفى المرضى بسلطانه الذاتي فالمسيح له سلطان ذاتي سلطان الهي وهذا شرع ومن حق يسوع المسيح ولانه ابن الانسان الكامل بجدارة وبكفاءة لانه اكمل عمل الفداء فيستطيع ان يتكلم بسلطانه مش بسل ذاتي المخول من الله ليقوم باعمال الله فالمسيح بسلطان بسلطان الكلمة قوة الكلمة قال قم احمل سريرك واذهب الى بيتك وفعلا كانت المعجزة امام الجميع فاذا هو العالم بكل شيء هو الشاف لامراضنا وهو الحكيم لانه كان يعني الصياق الحديث كان بعلم في بيت والبلد كلها كفر نحوم متجمعة لدرجة ما فيش مكان في الشوارع انك تحمل السرير فعملوا الشيء طبعا غريب من نوعه شوي انه طلعوا على السلالم من وراء نفسي تكون معاي في كفر نحوم اواريك المنطقة وراحوا على الصقف ونقبوا ودلوا المريض امام يسوع فهو علم علم ايمانهم ايضا لانه العارف بكل شيء وهو الحكيم لانه من خلال التعليم كان يقدم العلاج الكامل من هذا احبائي نستنتج انه المسيح لم يكن متهورا ولم يكن متسرعا فهو عارف الشريعة ويعرف النتائج لكسر هذه الشريعة من السهل انك تقول مغفورة لك خطيئك ولكن ان تسندها بسلطان وحضور وجلال الهي عندما قال لك لك اقول قم فقام المفلوج مشفي امام الجميع وهذا برهان ودليل ان الكلام الذي نطق به المسيح عبر انه فعلا هو القادر على كل شيء وهو غافر الذنوب نشوف عدة امور من خلال هذه الكلمة نلاحظ اولا انه الاله المتأنس لانه علم وغفر وشفى شيء ثاني لقد اكد الحقيقة انه يقدر ان يغفر الخطايا فهو فهو الله الظاهر في الجسد وهو يملك الطبيعة الالهية شيء ثالث احبائي لحظوا معي لم يصحح المسيح افكار الناس لم يتراجع ولم يعتذر لما قالوا من يقدر ان يغفر الخطايا الا الله وحده كان ابسط شغلة اوه جماعة تفهمتوني غلط بل بالعكس اكدها من خلال شفاءه للمجلوذ تعرفوا اللي بعجبني بشخصية المسيح حازم حاسم ما فيش تضويع لاي شيء ولا لاي كلام عندما قالوا من يقدر ان يغفر الخطايا لم يقل استغفر الله لم يستغفر ربه او يستغفر ذنوبه او يعتذر عن ما قاله او يتردد لحظة في هذه الكلام لكنه كان واضح واضح جدا لدرجة يعني عالم الشر قلوبهم لك قال المفلوج لك اقول قم طيب لو ما قام المفلوج يعني لو لم يشفى هذا المفلوج كان من قلنا انه المسيح مخادع والمسيح كاذب لا سمح الله يعني والمسيح عم بيقول عم بيعطي نفسه شرعية هي من حقوق الله فقط شيء رابع سلطان شفاءه اكد حقيقة لهوته انه فعلا هو الاله المتأنث من يقدر ان يغفر الخطايا شفنا في العهد القديم هاي بس من اختصاص الله هذا دليل قولهم مع انه السؤال كان بشكوك يعني بمحاربة يسوع لكن هذا السؤال هو كان الجواب والدليل على قولهم انه فعلا يسوع هو الله لانه امامهم اللي تساءلوا شفي هذا المفلوج وقام من فلجه واثبت انه قادر بل حتى مش يعني وصل الوضع يعني لشيء اكثر بل وبخ المسيح وبخ وبخهم على فكر قلبهم الشرير هذا الفكر يعني عم بيسألوا لكن بشر مش حب استطلاع او حابين يعرفوا انهم مين هاي الشخصية طبعا بيشوفوا معجزات عم بيسمعوا تعاليم فريدة متميزة شايفين انسان عجيب جدا امامهم لكن برضو فكر قلوبهم الشرير حتى المسيح وبخ هذا الفكر لانه علم افكار قلوبهم ثم احبائي شوف ردة الفعل شيء خامس من خلال شفاء للمفلوج ايش كانت ردة الفعل اخر ايه بهت الجميع ومجد الله قائلين ما رأينا مثل هذا قد اول مرة بحياتهم بيشوفوا الشيء امامهم بهذه الطريقة لاحظ معي ان المسيح لم يتصنع لم يتردد لم يحاول ان يقنع رجال الدين انه قادر ام كان الامر بالنسبة له طبيعي وتلقائي لانه حيث يسوع هناك حضور الهي وايضا بنفس الوقت في الوقت ذاته يسوع لم يتعد على حقوق الله بالدليل انه شفى هذا المفلوج المسيح في هذه الحادثة لم يطلب صلاة من الله يا رب ساعدني انه مساعدة من الله لكنه امر بسلطان اعلن سلطان على مغفرة الخطايا واثبت هذا السلطان بمعجزة الشفاء واكد على لهوته وحضوره انه ابن الانسان الكامل من خلال هذه المعجزة اخوتي واخواتي لقد غفر المسيح للعديد من الناس مش بس غفر لهذا المفلوج في انجيل مرقص اصحاح اتنين لكن من فضلكوا ابقوا معي رح اتكلم عن غفران اخر بحسب بشارة لوقة الاصحاح السابع ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل موسيقى موسيقى اهلا اعزائي المشاهدين المسيح غافر الخطايا شفنا من بشارة مرقص الاصحاح الثاني ان المسيح فعلا يقدر ان يغفر الخطايا هو غفر على فكرة للعديد من الناس خلينا ارجع واكد لان هاي القصة بتتكلم باسهاب غفر اولا لهذا المفلوج في بشارة مرقص اصحاح اتنين وقلنا انه برهن على علمه الغير محدود هو علم قلوب المتدينين وعلم علم حالة هذا المريض يعني طبعا انه كان يحتاج اكثر من الشفاء الجسدي والاهم يحتاج الشفاء الروحي من الخطية وهذا يقود الى الحياة الابدية وهذا شيء مهم جدا ومكتوب علم ايمانهم يعني ايمان الاربعة اللي حملوا هذا المفلوج واضح انه هو العالم بكل شيء ولانه غفر الخطية نرى ايضا سلطانه الغير محدود قال مغفورة لك خطيئك فقط الله هو الذي يغفر الخطيئة طب ليه الله لانه احباء الخطية بغض النظر شو هي هي موجهة ضد الله مباشرة كما قال داود النبي اليك وحدك اخطأت والشر قدام عينيك صنعت مع انه قتلوا زنة ضد شخص اخر ولكن اكد انه هاي الخطيئة كانت قدام الرب ثم الخطيئة احباء هي التعدي الله وضع شريعة وضع قانون فالخطيئة هي التعدي وكسر للوصية الالهية حتى لو اخطأت ضد حق انسان فبالحقيقة انت تخطئ ضد الله والخطيئة هي اهانة مباشرة احتقار وازدراء ضد الاله الغير محدود فينبغي ان يكون غفران الخطيئة طبعا من الاله الغير محدود انت بش تخطئ لوحد وحد بيغفر للتاني انت اخطيت للاله الغير محدود عقاب الخطيئة هو غير محدود ولكن ايضا غفران الله هو غير محدود شوف مثلا في العهد القديم رد النبي ناثان على داود عندما اخطأ ضد بات شبع بخطيئة الزنة في سموئيل الثاني صح الـ 12 قال له الرب ايضا نقل عنك خطيئتك لا تموت ما هو اجرة الخطيئة موت فاذا هم نشوف فكرة البدلية انه مات ابنه لداود بسبب خطيته فاذا دايما في دفع ثمن وما في اي انسان مستعد او ممكن يرضي الله الغير محدود الا ان يكون انسان غير محدود انسان كامل بلا خطيئة يستطيع ان يرضي العدالة الالهية ويوفي المطالب الالهية فقط واحد وحيد اللي هو شخص الرب يسوع المسيح نشوف ايضا حكمته الغير محدودة كان المريض مفلوج لكن ايضا كان مفلوج بالخطيئة غفران الخطيئة احبائي هو عمل غير منظور يعني لما بتقول مغفورة لك خطيئك انت مش شايف ولكن احبائي يعني مين اللي ممكن يحاسب على هذا الموضوع لكن المسيح ايده ببرهان ودليل ساطع دليل مادة وذلك بشفاء جسد هذا المفلوج شيء اخر احبائي لقد اعلن المسيح عن نفسه انه ابن الانسان الكامل قال لكي تعلم ان الابن الانسان هو طبعا الذي يغفر هو الله لكن اعلن لكي تعلم ان الابن الانسان يعني سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا الدليل لك اقول قم احمل سريرك واذهب الى بيتك احبائي هنا منشوف انه اعلن يعني عن شخصيته عن هويته تصف شخصيته المكونة من اتحاد الناس تقبل لهوت يعني ببساطة عاش الها كاملا وانسانا كاملا وهذا ما نؤمن به المسيحيين حتى استفانس وهو يستشهد يعني رأى المسيح رأى ابن الانسان في السماء نفس الاسم وسيأتي ثانية ابن الانسان في مجد ملائكة وقديسين في مجيئه الثاني الظافر المنتصر ايضا فاذا نغفر للمفلوج وتعلمنا انه كلي العلم والسلطان والحكم وانه ابن الانسان ثم احبائي منشوف في لوقة سبعة انه يسوع بيدخل بيت واحد من الفرسيين وبعدين اجت امرأة عم بتوب وعم بتبكي وبللت رجلين يسوع بدموعها ومعها قرور الطيب وابتدأت تقبل رجلين يسوع وتمسح رجلين يسوع بشعرها كان كان فيه ردة فعل من طبعا الفرسي قال لو كان لاحظ الكلام لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة التي تلمسه وما هي حكموا عليها انها خاطئة على طول يسوع العالم بكل شيء يتكلم وقال له يا سمعان عندي شيء اقوله تكلم عن مثل عن مداين دين واحد بخمسمية خمسمية دينار والتاني بخمسين بعدين سامح اتنين قال له مين سامح اكتر قال له طبعا الاكتر قال له بالصواب اجب بعدين هنا بيتكلم بلغة العتاب بتقول له اما هي غسلت رجلية قبلت بالطيب رجلية بآية 27 بقول من اجل ذلك اقول لك قد غفرت ما هو من يقدر ان يغفر الخطايا لماذا يعني يتكلم بتجديف قد غفرت خطاياها الكثيرة لانها احبت كثيرا والذي يغفر له قليل يحب قليلا ثم قال لها اسمع مغفورة لك خطاياك فابتدأ المتكئون معه يقولون في انفسهم مش علنا من هذا الذي يغفر خطايا ايضا فقال للمرأة ايمانك قد خلصك اذهبي بسلام واو فاذا احبائي هو قال لو كان هذا نبيا رد فعلة المسيح انه هاي المرأة احبت كثيرا غفرت خطاياها الكثيرة لانها احبت كثيرا في امثل كثير عن غفران المسيح لا يسعنا الوقت مثلا غفر المسيح للص على الصليب عندما قال له اذكرني يا رب متجئت في ملكوتك اجاب يسوع وقال اليوم تكون معي في الفردوس غفر خطاياه اعطاء الخلاص الكامل وكتب اسمه في سفر الحياة وفعلا بنفس اليوم كان مع الرب يسوع المسيح ثم حادث اخرى لقد غفر المسيح للمرأة الزانية المرأة التي امسكت بالزنة في يحنى 8 بعدين بالنهاية سأل اما دانك احد قالت لا يا سيد قال لها ولا انا ادينك ومكتوب من الذي يدين الدينوني وضعت يعني في حيز الابن الابن لكن منحها سك الغفران والبراءة هاي المرأة احبا اصارت مبررة امام الله وطاهرة وقديسة امام الجميع طبعا في استحقاقات دم الحمل يسوع المسيح الذي قال عنه يحنى المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم عفوا في استحقاق ما فعله يسوع مش لأي استحقاق فينا على اساس هذا الغفران مشان هيك لما الرب يسوع علمنا الصلاة الربانية اغفر لنا ذنوبنا يعني دائما من صلي اغفر لنا ذنوبنا لأنه هو الغافر الذنوب المسيح كمان مرة غفر لمريد بركة بيت حزدة 38 سنة في البركة بتعذب كمان كان مفلوج مشلول كليا مكتوب علم ان له زمانا كثيرا سأله اتريد ان تبرأ اجاب المريد وقال يا سيد ليس لي انسان يلقين في البركة متى تحرك الماء بل بينما اناءات ينزل قدام اخر قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي مكتوب في الحال حمل سريره ومشى قدام الجميع في اي 14 في يحن 5 مكتوب فوجده يسوع وقال له اذهب ولا تخطئ لألا يكون لك اشر هو شف جسده لكن العالم بكل شيء شاف في مشكلة اكبر قال له اذهب ولا تخطئ لألا يكون لك اشار يعني كانت مشكلته هي مشكلة الخطيئة اللي سببت الشلل الجسدي والعقلي والروحي ايضا بتعرف حباء الرب يسوع شفال كتير ناس لقد غفر لشاول الترصوصة لما قال مثلا استفانوس يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة من ضمنهم كان شاول اللي رجم استفانوس او كان عند رجلي هذه الحادثة يسوع المسيح اعلن انه هو غافر الخطايا وهو الذي يحرر ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرارا واكد هاي الحقيقة رب يسوع بعد القيامة في لوقا 24 انه يكرز باسمه بمغفرة الخطايا يعني لما بتكرز باسم يسوع انت عم تكرز بمغفرة الخطايا ثم حباء شهادة الرسل الاطهار ليسوع غفر في يوم الخمسين قال توب وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع لمغفرة الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس وكمان امام مجمع السنهادريم في بيت كرنيليوس القائد المئة الروماني مكتوب له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا ثم حباء بتشوف شهادة الرسول يحنى لاننا ان اعترفنا بخطيانا فهو امين وعادل بيتكلم عن يسوع حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل اثم بتشوف شهادة الرسول يحنى الذي احبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه رؤية واحد خمسة وايضا رؤية سبعة اربعة عشر بتشوف شهادة الرسول بولوس في افسوس في كلوسي الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا كلها بتشهد ان غفران الخطايا هي باسم الرب يسوع المسيح السؤال ليه لانه كامل بلا خطيئة وجعل الذي لم يعرف خطيئة خطيئة لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه قال يسوع متحديا من منكم يبكتني على خطيئة ما حد قدر يمسك اي خطيئة على يسوع المسيح لانه يملك طبيعة الله يملك طبيعة المحبة غفر للناس الاعداء حتى على الصليب يا ابتاء اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون كما غفر لانكار بطرس غفر له خطايا وغفر لعدوان شاول وغفر للمرأة السامري لما كانتش من شعب الله انه غافر الخطايا ايضا احبائي لانه هذا الغفران يتم على اساس ما في غفران بدون اساس هذا الاساس هو الصليب صليب ربنا يسوع المسيح لانه المسيح دفع الثمن الكامل على الصليب ثمن خطيتك وخطيته اجرت الخطية هي موت اما هبة الله فهي حياء ابدية في المسيح بالمسيح يسوع ربنا فهو استطاع ان يكفر عن الخطية وان يرضي العدالة الالهية وان يعلن عن هذه المحبة انه ارادة الله لا يريد ان يهلك الناس بل ان يقبل الجميع الى التوبة يختبر محبة يسوع المسيح ان هذا الغفران على الصليب احبائي دفع الثمن ثم احبائي خلينا اقول شيء في النهاية انه عقاب خطيت التجديف على الله هو الرجم طبعا في العاد القديم المسيح اكدها ولم يعرضها تتذكر في يحنى عشرة بقول لهم عليه شو بترجموني قالوا لسنا لعمل حسن بل وانك انسان تجعل نفسك اله فادركوا انه المسيح بيتكلم كالله فارادوا ان يرجم يسوع المسيح الدليل عندما اعلن المسيح انه هو الله حكموا عليه بالتجديف وحكموا عليه بالصلب وهذا بتشوفوا في يحنى في مرقص 14 عندما سأل رئيس الكهنة اأنت ابن المبارك قال له نعم اكد انه ابن المبارك ومن الان سوف او ترون المسيح اتن ابن الانسان اتن بمجد عظيم بمجد ملائكة وقديسين اكد على هذه الحقيقة وقالوا ما حاجة الى شهود خلص فحكموا عليه بالصلب لاحظ معي ولا من شوف اين به ولا اي عظيم ادعى انه يغفر الخطايا استحالي فانا اليوم بدعوك تعال الى غافر الخطايا واللي اكدها بسلطانه لانه مكتوب احبائي من يكتم خطايا لا ينجح ومن يقر بها ويتركها يرحم وطبعا كتير ايات عن الغفران الالهي بتمنى من كل قلبي انك ترجع للرب يسوع المسيح خليني اخد مكالمة من ابو مهند من الاردن اهلا وسهلا ابو مهند انت معانا على الهوى مساء الخيرات مساء الخيرات ابو مهند تحية محبة باخي وحبيبي كلمتي تقول مغفور الذنب طوبة للذي غفر اثمه وسترت خطيئته نظمور 32 واحد في الكتاب المقدس يشير الى انه في المسيح يسوع لا الفداء بدمه غفران خطيانا قوليسي 1 14 نعم نحن الذين قبلنا الرب يسوع المسيح كمقلس سخصي في حياتنا نتمثى بتلك الحرية عينها حرية الخلاص من الدين الأبدية الخطيئة روم روميا 8 1 كما اننا نستطيع اننا يوميا غفرار خطيانا ونتطهر من كل اثناء يوحن الأولى بواحد 9 قال الرسول بولوت بان الخلاص يعطينا هذه الفوائد الاضافية ايضا التبرير روميا 3 24 والسلام مع الله روميا خمس واحد ومن الخطأ ان نفكر بان الله يتغاضع عن خطيانا او انه ينظر اليها باستخلاص بل علينا ان نعترب بذنوبنا ونرجع اليه جوبة صحيحة حين اذا يكون الله مستعدا لمساعدنا والصفح عن أثامنا على أثامنا عمله الرب يسوع المسيح عننا على عود الصيب والأمر هذا يتعلق بقبولنا لا عندما يقبر لنا الله خطيانا لا يعود يذكرها فيما بعد وشكرا لأخي العديد وحبيبي شكرا جزيلا أبو مهند ربنا يباركك ويبارك حياتك ويعطيك الصحة والقوة والبركة طبعا في آيات كتير في العهد القديم وفي العهد الجديد عن موضوع الغفران أنا اليوم حبيت أكد أن المسيح هو غافر الخطايا بل أثبت أنه يقدر على غفران الخطي كما رأينا غفر للمفلوج غفر للمرأة الخاطئة غفر للمرأة التي أمسكت بذات الفعل وهي تزني غفر للسامرية غفر للص على الصليب غفر لمريد بركة بيت حزدة غفر لشاول الترصوص غفر لبطرس الرسول وغفر 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 إن نهر نعمة الله ما زال يتضفق حتى يومنا هذا ويده ممدودة لك ورحمته من أجلك لكي تأتي معترفا وتقول اغفر لي خطيتي ومن إثمي طهرني وهي بصليها تكون صلاتك اليوم رح أخد كمان مكالمة من الأخت فريال أهلا وسهلا أخت فريال من بريطانيا تفضل أخت فريال سلام نعمة المسيح معك والحمد الله على سلامتك ونحن مسرورين برجوعك للقناة مرة أخرى ربني بارك شكرا المسيح لو كل المجنو وغفر الخطايا هو أيضا الديان في رسالة وحن الأولى إصحاح 1 عدد 7 يقول الوحي الإلهي ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور سلنا شركة بعضنا مع بعض ودنيا سوء المتيح ابنه يطهرنا من كل خطايا من كل خطايا وليس بعض الخطايا وأيضا هو الديان له كل المجد لأنه لابد إننا جميعا نظهر أمام كرسي المتيح لينا كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا فكيف هو الدين إذا ما هو وأيضا يكون غافر الخطايا وحتى بشهادة القرآن عندنا إنه هو غافر الخطايا هو الشفيع هو الوجيه في الدنيا والآخرة والشفاعة حتى في القرآن محصورة لله وحده فهو الشفيع فأنا أصلي إنه كل من رافض المسيح وعمل الكفار على الصليب أن يأتي إلى المسيح المخمص أن يضطر الخطايا يعطيه الخلاص والحياة الأبدية بإسم الرب يسوء المسيح أصلي شكرا أخ نظار الرب يباركك شكرا جزيلا أختي فريال ربنا يباركك وشكرا كثير على المداخلة ربنا يكون معك أحبائي طبعا يعني لما نتكلم عن ألوهية المسيح إحنا اليوم حكينا عن شيء واحد عن غفران الخطية أو غافر الخطايا لكن صفحات الكتاب المقدس بعهديه من نبوات وآيات كثيرة تتحدث عن ألوهية المسيح ولكن اليوم أنا عاوز أركز أنه يمكن أنت التجأت ويمكن أنت عم تستخدم اسم الله باطل وإنت عم بتسب وإنت مش حاسس أنك أنت بتسب أو بتشتم الله لأنه مش عم تعطي المجد لالله والله لا يشارك مجده لأي شخص آخر في طريق واحد الله صنعها هو من خلال مجيء الرب يسوع ومن خلاله تمم الخلاص فإذا لا توجد وسيلة لا توجد طريقة أخرى لأنه مكتوب ليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الذي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة من آمن به يعني الإيمان بالرب يسوع هو الطريق هو الباب الباب للخلاص هو الباب للحياة الأبدية تعال أقبل وإقبل يسوع المسيح حتى تأتي إلى الآب حتى يكون إلك الدخول إلى السماء من خلال عمل يسوع المسيح من خلال كفار تؤلس فكها من خلال دمه المقدس إخوتي وأخواتي الله صنع العمل طيب إحنا شو علينا ندرك أهمية هذا الموضوع بشان هيك الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن به قد دين فمشان هيك أنا بدعوك الآن إنك تؤمن بالرب يسوع المسيح أكتر شيء الشيطاني بيعمي أزهان الناس إنه يقرأ الحقيقة من كلمة الله في الكتاب المقدس عارف لو بتقرأ الكتاب تبتدي تكتشف هذه الحقيقة يمكنك أن تقول في هذه اللحظات يا رب ارحمني أنا الخاطئ تدرك فعلا إنه خطيتك هي مش مجرد خطية عادية فيش إش اسمه صغائر وكبائر عنا فيش إش اسمه خطية عرضية ولا مميتة خطية اسمية ولا الخطية هي خطية في نظر الله لأنه قلت إنه الخطية هي ضد الله الغير محدود لأجل هذا عقاب الخطية هو عقاب غير محدود ولأجل هذا غفران الله هو غفران غير محدود غفران أبدي غفران أبدي فأنت بغض النظر شو حياتك عايش خطية ولا أنت عندك برزاتي ولا متدين ادرك إنه ما في حياة أبدية إلا من خلال يسوع فشو رأيك الآن تقول له يا رب أنا بسلمك حياتي صليها يا رب أنا بسلمك حياتي أنا أقبل إليك وإنت وعدت من يقبل إلي لا أخرجه خارجا صليها قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ كما صلى العشار ارحمني أنا الخاطئ صلي طهرني من طهرني من إثمي كما صلى داوت قلبا نقيا أخلق فيها يا الله وروح مستقيم جدد في أحشائي صليها قل يا رب أنا بدعوك إلى حياتي وبتوجك ملك على قلبه حتى تكون أنت ربي وسيدة ومخلصة يا رب اقبلني لمجد اسمك وانت وعدت أنك تعطي ضمان الحياة الأبدية لأنه مكتوب الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة الكتاب المقدس يعلن بوضوح لا يقدر أحد أن يغفر الخطايا إلا الله وحده وبما أن يسوع أثبت أنه هو الغافر الخطايا لماذا تبحث عن ديانة أخرى لماذا تبحث عن ارتواء آخر تعال إلى نبع المياه الحية تعال إلى يسوع المسيح القادر أن يخلصك إلى التمام ويعطيك الحياة الأبدية اكتب لنا بحب أسمع تعليقاتك الرب باركك اشتركوا في القناة